بعد مرور مئة يوم على اختفاء النائبة سهام سيرجيوة التي اختطفت من بين أفراد عائلتها ومن وسط بيتها في بنغازي في السابع عشر من يوليو الماضي لا يزال مصير الطبيبة النفسية وعضو مجلس النواب المنتخب مشهولا وقد طالبت منظمة العفو الدولية قبل بضعة أيام قائد العدوان على طرابلس خليفة حفتر بالكشف عن مصير سيرجيوة والافراج الفوري وغير المشروط عنها محملة مسئولية الكشف عن مصيرها ومكان وجودها وحمايتها من أي نوع من التعذيب لحفتر ومعلنة في الوقت ذاته اطلاقها حملة دولية للافراج عن النائبة المختطفة منذ يوليو الماضي اختطاف النساء في بنغازي لم يتوقف عند النائبة سهام فمنذ واحد وعشرين يوما اختطفت سيدة مسنة بلغت من العمر سبعين سنة من وسط بيتها في بنغازي أيضا وهي مقبولة الحاسي والدة لاعب نادي النصر أحمد الحاسي والذي نشر على صفحته دلائل عمل والدته في معالجة المرضى بالإعشاب وبطريقة مرخصة استمرار اختفاء مقبولة الحاسي دعا قبيلة الحاسة إلى إصدار بيان منذ يومين يديرون فيه اختطافها في وضح النهار على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية حسب وصفهم ونشدين حفتر المساعدة في الكشف عن مصير المختطفة محذرين في الوقت ذاته من أن القبيلة لن تعدم الوسائل التي تمكنها من الكشف عن مصير ابنتها بحسب البيان نحن مشايخ وعيان وشباب قبيلة الحاسة ندين ونستنكر اختطاف حرم السيد سليمان الشوقي والبالغة من العمر سبعين عاما حيث تم اختطافها من منزلها بمزينة مغازي عصر يوم الاربعاء الموافق 16 عشر 2019 على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية والتي ارتكبت جريمتها هذه في وضح النهار أمام مرأة ومسمع الجميع دون قلق أو خوف وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد طالبت بسرعة الكشف عن مصير مكبول الحاسي وضمان اطلاق صراحها وكشف الجنات وتقديمهم إلى العدالة محملة الخاطفين المسئولية القانونية الكاملة عن سلامة وحياة المختطفين بحسب اللجنة بنغازي التي وقعت فيها حوادث خطف النساء أكد تقرير حقوقي لمنظمة التضامن لحقوق الإنسان أنها المدينة الأكثر عنفا في ليبيا مشيرا إلى وقوع 292 ضحية لجرائم الخطف والاغتيالات في بنغازي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ترجمة نانسي قنقر